شهدت منصة منتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ بالمنطقة الخضراء جلسة نقاشية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية حول التغذية والتغير المناخية تناولت الجلسة علاقة النظم الغذائية والصحية بالمتغيرات المناخية كما تطرقت إلى أن نمط التغذية الحالي يعمل على تسريع تغيير المناخ عبر قطع الغابات وتغيير استخدام الأراضي هو ما يؤدي بدوره إلى زيادة انبعاثات الكربون وخلال الجلسة تم تأكيد على ضرورة استثمار وعي الشباب وتعويدهم على الوجبات المتوازنة كروتين يوميا يتضمن المكونات الغذائية السليمة النهاردة وإحنا بنتكلم على الصحة العامة بتاعة الشباب والتغيرات المناخية تكلمنا على الحاجات التي ظهرت مثلا أن الأنيميا زادت أنه هناك تحديات بالنسبة للفئات المستهدفة التي نعامل معها في أن الموارد ليس موجودة فيه تغيرات طبيعية كثيرة بتحصل فيه تغير في المناخ حاصل على المستوى ليس فقط في مصر لكن طبعا على مستوى العالم وبالتالي هذا يؤثر على التغذية يؤثر على جودة الحياة بالنسبة لهم يؤثر على الموارد الطبيعية التي يقدروا ياخدوا منها حياة مستقرة ونمو طبيعي وبالتالي إيه الحاجات التي نقدر نغيرها ونعلمها لهم بحيث أنهم في حياتهم الطبيعية يقدروا بعد كده يعيشوا بطريقة تنمي حياتهم وتحسن مستواهم الصحي قصدي بحيث أن تغيرهم ونموهم يبقى بطريقة إيجابية مش متأثرة قوي بالتغيرات المناخية اللي حصلة النهاردة كنا بنتكلم عن السياسات ودور البرلمانيين في قضايا الغذاء وعلاقة ده بالتغير المناخي والحقيقة أنا تقدمت بمشروعين قانون مشروع قانون السنة اللي فاتت عن مكافحة هدر الطعام ولا يخفى على أحد أنه النهاردة العالم بيعاني من أزمة غذاء حد وأنه كمان الكيميات المهضرة من الطعام كيميات بملايين الأطنان يمكن في حال وجود تشريع وسياسة جدة في إنقاذ هذا الطعام المهضر أننا نقلل من المخاطر الأمن الغذائي وفي نفس الوقت نوفر الطعام لملايين من المواطنين العالم الأقل حظا ده أحد مشروعي القانون المشروع الثاني كان بشأن التكيف مع التغير المناخي والحد من أثاره